اشتركوا في القناة ام سينسى بعد حين تعالوا نشوف حياكم الله تعالى في كوكب باء ستمائة واثناش في يوم هادئ على سطح الأرض ودون سابق إنذار يتفاجأ الناس بوجود مجسم غريب الشكل ضخم جدا عائم في الهواء مختلف لكل ما عاهده الإنسان في هذا الكوكب والأغرب من ذلك أن هذا المجسم الغريب يوجد له نسخ طبق الأصل في عدة مناطق في مختلف أنحاء العالم وكلهم يعومون دون حراك يذكر وبطبيعة حب الفضول لدى الإنسان وغريزة الدفاع عن النفس يخيمون عند هذه الأجسام ويبدأ مشوار التعرف عليها كاتب القصة يختار تسليط الضوء على شخصية تدعى لويس بروفيسر في علم اللغات والتي سوف تقوم بمحاولة فك الغاز هذا المجسم وسيساندها رجل متخصص في علم الفيزياء اسمه أيانو يبتكر كاتب القصة امتيازات لما يكمن داخل المجسم وطرق تواصل لغوي مثيرة لكنه يغرق المشاهد في مشوار التعرف على هذه اللغة العجيبة لفترة طويلة وهذا دلالة على ضعف الاسكريبت حيث أن إعادة تكرار عمل تجارب علمية ليس أمر ممتع للمشاهد خاصة إن كان تطور التجربة عما سبقها بسيط لكنه ينجح في إضاحة جودة هدف هذه المجسمات في مجيئها إلى الأرض ولكنه يعاني من خلق شخصيات غير جذابة وتفتقر للعمق القصة تمتلك امتيازات في خلق رهبة موقف التعرف على كائن جديد لكنها فقيرة في خلق شخصيات مميزة وبطيئة في سرد الأحداث وتعاني من بداية اعتيادية ومملة ونهاية غير جذابة خلونا نبدأ بأفضل عنصر في الإخراج الموسيقى هي التي لعبت في أحيان كثيرة خلق شعور عند المشاهد بالرهبة والأنتيسيبيشن بالذات في المرة الأولى التي تدخل الشخصيات الرئيسية للمجسم كذلك فالموسيقى تصنع أجواء جيدة وتعمل على سرد القصة لكن بشكل يسير مع أنها بمستواها الرائع تستطيع رواية القصة لو كان السكريبت مفصل لذلك لكنه للأسف سكريبت اعتيادي وممل المؤثرات الصوتية جيدة وتعطي المجسم وما يحتويه إحساس الغرابة لكنها ليست بمستوى الموسيقى الممثلة أيمي آدمس كانت تتذبذب في أدائها لشخصية لويس بين عادي جدا إلى سيئ ويرفع الضغط حيث الممثلة تتنهد باستمرار دون أي داعي جسدي ولا حتى نفسي يعني عبط غباء غريب ما أدري المخرج مستحي يوجهها ويقول لها ييبا ما يصير كذا غلط وش ذا عموما الخطأ يقع عليها وعلى المخرج بالتساوي والآن لك أن تتخيل شخصية غير مميزة تؤديها ممثلة بشكل يرفع الضغط يعني ممكن ترشيح الشخصية لقائمة أسوأ الشخصيات الرئيسية في عام 2016 أو أداء الممثلة كأسوأ أداء لشخصية رئيسية الجرافيكس متوسط الجودة ويستعين ببعض الأفكتس التي تبرهن ضعف ثقته في نفسه باستخدام الضباب مثلا وجعل ما يحتويه المجسم غير واضح الملامح السيتس التي تم بناؤها جيدة مجملا وتعكس نوعية الشخصيات بشكل يسير وكذلك زوايا الكاميرا وأبعادها جيدة مجملا فغالبا يتخذ المخرج بعد بعيد لزاوية التصوير وغالبا الكاميرا ثابتة داخل المجسم وهذا أمر إيجابي واختيار سليم حيث أن ثبات الكاميرا يزيد من تركيز المشاهد على ما يتحرك داخل هذا الثبات وعندما يجعل البشر ثابتين فجل تركيزك سيكون على الشيء المهم والغريب الذي يتحرك اللي هما الإليونز أنا أتكلم بالذات عن المشهد الذي فيه أول مرة يدخلون الشخصيات داخل المجسم الغريب هو المشهد الممتاز الوحيد والباقي انسبايرد وممل وغير مبتكر خلاصة هذا فيلم تشاهده ثم تنساه أفضل شي فيه الموسيقى الداعمة لظهور الشخصيات الغريبة لكن من اللي يبي يشاهد فيلم لأن الموسيقى الداعمة ممتازة؟ موسيقى داعمة يعني ما تناسب انك تسمعها لحالها بعدين فهي ملتصقة بالفيجولز في الفيلم سماعها لحالها ليس له قيمة مجزية شاهدت عمل سابق لهذا المخرج وأستطيع القول أن المخرج هذا ينقصه الكثير كي يصنع امتياز وللأسف حاليا الاعلام مهتم بما يصنع وأنا أظن إن لم يطور من نفسه فأبشر بأفلام قادمة مملة ظاهرها عندها سالفة لكن واقعها خرطي مجمع